مين دلوقتي ما يعرفش سوزي الأردنية واللي ما يعرفهش أكيد هيكون سمع عنها بالفضيحة أو المشكلة أو الترند اللي خلى مصر كلها تهجمها وتشتمها وده اللي دايماً بيظهر من التصرفات والشخصيات العامة شخصية سوزي على السوشيال ميديا مختلفة كتير عن الحقيقة بس إحنا عايزين نعرف في الضبط مفتاح إيه كستتها وإيه اللي مستخبه وراء زحمة اللايفات والفيوز والخناقات والمشاكل واجتمتها لأهلها أهلاً بيك يا سوزي أهلاً بحضبتك عاملة إيه؟ أنت عاملة إيه؟ كويسة الحمد لله عاملة مشاكل إنتي ها؟ قوليلي أنت كنت فتحة اللايف صح؟ آه وده كان طبيعي يعني أنت كنت بتعملي لايف أصلاً كنت فتحة لايف عادي وكان النور قاطع قلت سلي وقتي ومش عارفة إيه ففتحت لايف كده كده لايف متسايف فكنت بكلم والدي أنا عايزة مبلغ من المبلغ اللي أنا عينيها نريد ما معاي عايزة جزء منه أنت كنت شايلا معاي فلوس أنا شايلا فلوسي في بيتيية أو في البيت مش معاه هو أو لا في البيت المبigten عامور ليش هو يعني لو heartfelt remindes وال بالدي والدي فأشايلا مع والدتي ضعب وشايلا مع والدي فلوسي آته فأي قلت له عايزة فلوسي عايزة جزء منهم فهو فكرED ان أنا سلفت جزء ده الحد فهو أفكر ان أنا سلفت الجزء ده الحدي حدي كان محتاج فلوسك كدامه ثم هوا فكرني أن اسلفت حد من قريبك؟ لا حد من صحابي فجي راح قال لي بنفس الرد انا كذا يوم بعمل اسأله فين الفلوس ما بيردش وانا بنزل ما بافضاش ان انا اسأل لما كنتش محتاجة يوم بس وقت بقى محتاجتهم اول الحد ده قلت له يومين واجيبهم لك فعايز الفلوس قال لنا اديت فلوسك لعمتك فعميته ليه اصلا مش محتاجة فلوس يعني هيا مش تعبانة مثلا او محتاجة حد يتعيدك؟ لا عميته عندك كذا كافية مش محتاجة فلوس ااو طبقه تاني غيرنا احنا اصلا فبدأتبعه اول يومين فتحة الفلوس قال لي مش عجبك امشي يعني انت اوخد فلوسي وبطول يمشي هل هو ده اول مرة ياخد فلوسك؟ لا الموضوع اول مرة يحصل ده اول مرة يحصل الموضوع اللي هو في ايه اللي هو هو اللي هو انت اوخد فلوسي ومشي تعرف انا تغلبتي فيها ازاي انا صعبان عليها نفسي امشي فبدأنا نتكلم وبدأنا نتجادل في الحوار وبدأنا نتناقش وبدأنا يعني هو قالك امشي اطلعي بره البيت بممتازك ووله كده؟ قال لي مش عاجبك قلت له انا همشي من هنا يعني ايه مش ااخد فلوس خلاص انا اخد بعدي وامشي اروا عند عمامي ورفقية حتة اول ما فلوس يجيلي اصلا انا بقعد باصرف على نفسي من الفلوس دي فانتواخد فلوسي قال لي مش عاجبك خدي بعدي وامش قلت له ايه همشي طولله اخبره معنا متوفق Sou begging اخبره اخبره غير شقMay طب انتنتش ست honey لا يعطي напрني ان electrify او ما اكنتم بالتكتوك لا يمكنني ضرب التكتوك كلها ايها ella يعطيها ايها 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 حجيها ايها نتصع التكتوك ايها ايها تكتوك لاني احنا دلوقتي في مجتمع يعني انتافي شوية فمقصدي اللي هو يعني عنا مش عارفة هم طلعاني تبين دراتي طب انتي انتي سوزي عمتا انتي كل الشوية بيحصلك مشكلة والناس بتهجمك مرة كانت مشكلة خطيبك ومرة كانت مشكلة باباكي مشكلة خطيبة ان والدي ما كانش متقبله وبعدنا عادي زي اي اتنين وما فيش اي حاجة والناس ما هجمتنيش الناس هجمتني ان احنا جينا رجعنا تاني لو ازاي ترجعوا وده نصيب دي حاجة مش بتاعتي ده نصيب لو بعد مليون سنة اكيد ممكن نرجع طيب خلينا بس نعرف حاجة خلينا في موضوع والدي ان الموضوع ان فلوسك تتاخد فلوس تعبك بقى مش يعني مش فلوس انت عملها من بداية السوشيال ميديا لا فلوس مبلغ مش مبلغ قليل ومش مبلغ قليل لان انا سني 19 سنة اعمل مبلغ زي ده امش لازم اقول المبلغ همومي تمام المبلغ اللي انا طلبته من جزء من المبلغ بتاعي كنت طلبة 10 تلاف جنيه من المبلغ بتاعي اما مبلغي مش 10 تلاف جنيه انا عمري متخاني مع حد 10 تلاف جنيه لان انا قلت قبل كده انا ممكن يجيلي اعلان وممكن يجيلي شغل 10 تلاف جنيه ممكن يجيلي اعلان في الساعة 10 تلاف جنيه ممكن اعمل في الشهر كله اقل من 10 تلاف جنيه فإحنا في ميديا فحسب الإعلان وحسب الشغل اللي بيجيلي وحسب الممتاج وده كله دي مشاكل كلها بتحصل لك بس أنا عايزة أسألك سؤال المشكلة إن أنا صعب عليها نفسي أيو أنا عايزة أسألك بقى أنت بتحس بإيه من ناحية باباكي هل أنت أصلا علاقتك باباكي من وانت صغيرة كويسة ولا في مشكلة أنت بتعاني منها علاقتنا عادية خالص كويسة بس أنا حساسة زيادة عن اللزوم وأنا في رد فعلي كذا حاجة تغير صوزي خلانا من قدمة مفعلة من قدمة عصبية والدي ذات نفسه طلع في حلقة أو طلع في فيديو بعيد عني أنا طلع لوحده بجمع أنا أعرف طلع وقال لننسي بتتعالجي نفسيا صح؟ قال لأنا بتعالج نفسيا وعصبيا بتعالج أعصابي وانفعالي وبتعالج وطلع ورائي وطلع وطلع ساعت أنا اتضاقت بحاجة زي دي لأنا مش حاب حد يشوفني أن أنا تحبانة ترجمة نانسي قنقر